الدفاع عن خيار الحرب في الحديدة يحقق غاياته على ما يبدو هذا ما أكده وزير الخارجية خالد اليماني الذي أوضح أن دبلوماسية التحالف والحكومة اليمنية نجحت في إقناع الدول التي كانت لديها تحفظات على الأعمال العسكرية للجيش الوطني والتحالف لتحرير مدينة الحديدة ومينائها من قبضة الحوثين الوزير اليماني أبان في تصريحات أدلى بها لجريدة الشرق الأوسط السعودية مبررات حكومته والتحالف للاستمرار في معركة تحرير الحديدة وأهميتها في الحفاظ على الأمن الدولي وحماية الممرات المائية والحيلولة دون استخدام الميناء لإدخال الأسلحة المهربة من إيران والاعتداء على السفن المدنية بالصواريخ وزار الألغام بشكل عشوائي في منطقة جنوب البحر الأحمر على حد قوله تصريحات كهذه تشير إلى أن خيار استعادة الحديدة عبر الحرب يكسب نقطة جديدة على الرغم من الأنباء التي تحدثت عن قبول متأخر للحوثيين بسيطرة الأمم المتحدة الكاملة على إدارة الميناء وعملية التفتيش فيه والإشراف على إيرادة الميناء والتأكد من إيداعها في البنك المركزي اليمني على أن يظل موظف الدولة اليمنية يعملون إلى جانب الأمم المتحدة الولايات المتحدة وعبر نائب وزير الخارجية جون سوليفان أبدت تأييدها لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين جريفث الهادفة إلى تجنيد تصعيد القتال والتوصل إلى حل وسط بشأن إدارة الميناء مصدر دبلوماسي أفاد لرويترز بأن السعوديين والإماراتين أعطوا بعض الإشارات الإيجابية حيال خطة الأمم المتحدة لكن خطة كهذه لا تزال بحاجة لموافقة كل الأطراف ولن تؤدي في مراحيلها الأولى على الأقل إلى وقف فوريا لإطلاق النار هو قرار يمني اتخذ من الحكومة اليمنية وهو حق مشروع للحكومة اليمنية السعودية أوفتت المتحدث باسم التحالف إلى بروكسل فيما يراه المراقبون حملة علاقات عامة تؤشر إلى عدم اليقين من جانب الرياض والتحالف بشأن نجاح المسعى الأممي لفرض الحل السلمي في الحديدة خصوصا أن السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبدالل المعلم كان قد شدد في تصريحات سابقة له على مطلب التحالف وهو خروج الحوثيين من الحديدة تماما وأن ما يعرضه التحالف على الحوثيين هو تسليم أسلحتهم للحكومة اليمنية والمغادرة في سلام وتقديم معلومات عن مواقع الألغام والعبوات الناسفة بداية الصنعة أيهما يقرر مصير مدينة الحديدة ومينائها إذن؟ خيار الحرب الذي يمضي فيه التحالف دون إشارة على التراجع أم خيار الحل السلمي الذي يشي بتعقيدات عديدة مرتبطة بعوارض انسحاب الحوثي من المدينة دون خسارتها بشكل كامل؟